اشتركوا في القناة شهد تاريخ النادي الاهل العديد من المواهب الكروية التي لا يمكن ان تسقط من ذاكرة عشاقه ومحبيه بفضل الاداء الرجولي والمهاري الذي قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الاخضر ولعل ابرزهم اسامة عرابي احد هذه المواهب الكروية حيث ولد في الخامس والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة واثنين وستين والتحق بالنادي الاهلي عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وعمره ثلاثة عشر عاما ولم ينجح في الاختبارات وتكرر نفس الموقف عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين وذهب الى المقاولون العرب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين لكنهم لم يقتنعوا به بعد ان تدرب مع الفريق الاول لمدة اسبوعين يرجع وراء ليه مصام عرابي ايه عرابي عرابي من كبراء رقم سلطلية وثمانين اتجه عرابي مرة اخرى الى الاهلي بصحبة مشجع اهلوي يدعى عبد المنعم محمد علي وقدمه الى الكابتن احمد ماهر مدرب فريق احدى وعشرين سنة انا ذاك الذي ضمه الى الفريق وفي عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين صعده محمود الجهري مدرب الاهلي وعبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة الى الفريق الاول لعب اسام عرابي اول مباراة رسمية في موسم اثنين وثمانين ثلاثة وثمانين في الاسبوع الرابع من الدول الممتاز امام الاليمبي وفاز الاهلي ستة صفت البداية الحقيقية لأسام عرابي كانت في موسم ثلاثة وثمانين اربعة وثمانين واستمر طوال ستة عشر موسما حتى نهاية موسم ثمانية وتسعين تسعة وتسعين حقق خلالها مع الاهلي الفوز بثمان وعشرين بطولة شارك اسام عرابي مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بايطاليا عام الف وتسعمائة وتسعين ولعب مباراة الفراعين مع ايرلندا بالكامل طول مسيرته كلاعب لم يحصل سوى على كارت احمر واحد فقط وكان في مباراة الزمالك ولم يسجل سوى اثنى عشر هدفا فقط عبر مسيرته الكروية عمل اسام عرابي بعد اعتزاله الكرة مدربا للفريق الاول بالاهلي موسم 2001-2002 مع المدير الفني البرتغالي مانوي الجوزي وساهم معهم في فوز الاهلي بكأس رابطة الابطال وكأس السوبر الافريقي وعمل مديرا فنيا لنادي الانتاج الحربي واخيرا مدربا عاما مع حسام البدري في المنتخب الاولمبي قبل ان يعود مدربا عاما للاهلي رفقة المدرب الهولندي الشهير مارتين يول ويحقق معه بطولة الدور الممتاز قبل ان يخوض تجربة المدير الفني مجددا مع اندية الجنوب كالنصر للتعدين واسوان نرجع وراء ليه وسمع عرابي 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 خلفه وراء رقم سلطلية والثنانين